السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم طلاب الصف الثالث الابتدائي معدنا النهاردة ان شاء الله مع الليسم 5 الدرس الخامس من يونت 2 الوحدة التانية والنهاردة هنتعرف على وظيفة المعدة واهميتها وايه اللي بيحصل للطعام تمام يلا بينا نبدأ الفكاب النهاردة human body معناها الجسم البشري human body stomach acid ده حمض المعدة ده الحمض الموجود جوه المعدة وده اللي بيفتت الاكل وبيحوله من قطع كبيرة تمام لغاية ما بيخليه سائل تمام علشان جسمك بعد كده بياخد السائل ده وبيمتص الحاجات العناصر المعدنية اللي فيه فبيستفيد بالفيتامينات والمعادن المختلفة ده اسمه stomach acid انت علشان تدخل الاكل جوه بطنك فبتعمل swallow بتبتلع الطعام تحط الطعام في بقك وبينزل في المعدة عملية البلع دي اسمها swallow يعني يبتلع علشان تندغ الاكل القطع صغيرة وتحوله لاجزاء صغيرة جدا بتفتتها باسنانك بتعمل chew يعني يمضغ جسمك علشان يمتص العناصر المعدنية بيعمل absorb وده اللي بيحصل في المعدة absorb معناها يمتص break down معناها يحلل او يكسر يعني جسمك بيحلل السائل في البطن وبياخد منه العناصر المعدنية اللي بيحتاجها saliva بالبريطاني و saliva بالامريكان طبعا احنا هنحفظ امريكان هنقول saliva اللي هو اللعاب السائل اللي بينزل في الفم علشان يسهل عملية المضغء وبالتالي تسهيل عملية البلع يبقى ده وظيفة السلايفا اللي هو اللعاب اللي في الفم digestion يعني عملية الهضم كل اللي احنا حكينا عنه ده من بلع ومضغه وهضم وامتصاص كل ده اسمه عملية ال-digestion عملية الهضم ال-special liquid اسمه سائل خاص اللي هو الموجود في المعدة اللي احنا قلنا عليه من شوية ال-stomach acid اسمه special liquid سائل خاص energy وهي الطاقة طبعا جسمك محتاج لطاقة من خلال الاكل محتاج لل-energy هنقولهم تاني human body stomach acid swallow chew absorb break down saliva digestion special liquid energy او حد يفكر ان انا هسيبه وامشي لا طبعا هتنطأ ورايا human body human body stomach acid stomach acid swallow swallow chew chew absorb 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 break down break down break down saliva 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 digestion 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 special liquid special liquid energy energy الناحية التانية هنا بيقولك mouth وهو الفم mouth عارفه طبعا teeth خدناها قبل كده tongue يمكن دي جديدة شوية tongue وهو اللسان tongue jaw فك خدناها قبل كده change يغير برضو كلمة قديمة push it down تدفعه للأسفل push it down push it down get rid of يعني يتخلص منه طبعا بعد ما بنخدم الاكل وبناخد منه اللي احنا عايزينه الباق بيتحول الى فضلات يتخلص منها الجسم فبيعمل get rid of يتخلص من get rid of have a look يلقي نظرة have a look unhealthy غير صحي طبعا حفظينها صم cold يسمى او يدعى كما المرة mouth teeth tongue jaw change push it down get rid of have a look unhealthy cold mouth repeat after me mouth mouth teeth teeth tongue 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 jaw jaw change 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 push it down down push it down push it down get rid of get rid of get rid of get rid of have a look have a look have a look أول حاجة عندنا في التعرفات كلمة Stomach وهو العضو الداخلي الذي يحدث بداخله معظم الجزء الخاص بعملية الهضم التي تحدث The internal organ in which the major part of the digestion of food happens Stomach acid اللي هو حمض المعدة ده عبارة عن مادة كيميائية تمام بتساعد المعدة في عملية الهضم A chemical substance يعني مادة كيميائية in the stomach that helps to digest food Swallow عملية البلع Cause or allow foods or drinks to pass down the throat Allow السماح للأكل أو المشروبات العبور من خلال الزور ده عملية إيه البلع بعد كده جايب لك فعلا absorb يمتص To take in or soak up energy or a liquid or other substance by chemical or physical action يعني امتصاص الطاقة أو السوائل أو أي مواد أخرى عن طريق العملية الكيميائية أو الفيزيائية ده كلمة إيه absorb معناها يمتص إن الجسم بتاعك بياخد الطاقة أو العناصر اللي محتاجها تمام من الأكل داخل الجسم بعد كده كلمة break down معناها يحلل أو يكسر To change the food inside the stomach into a liquid يعني بنحول الجسم هنا بيحول الأكل لسائل سائل سلايفا إيه هو السلايفا وده أهم التعريف عشان هنتسائل فيه في السائلة كمان شوية The liquid into the mouth هو السائل الموجود في الفم Showing and swallowing المضغ والبلع and helping digestion والمساعدة في الهضم يعني بيساعدني في المضغ والبلع والهضم الهضم الهضم اللي هو الهضم عملية الهضم The process of breaking down هي عملية التكسير The food للطعام into substance إلى مواد that can be used by the body إلى مواد يستطيع الجسم استعمالها بعملية إيه الهضم Energy يعني إيه الطاقة The strength needed for physical or mental activity الطاقة اللي احنا محتاجينها للحركة الجسمانية The tongue The fleshly muscular organ in the mouth used for tasting, licking, swallowing العضو العضلي السمين تمام؟ في الفم والذي يستخدم في التذوق واللعق والبلع Get rid of يعني يتخلص من To throw away things الإلقاء للأشياء That are unwanted التي لا نحتاجها unhealthy غير صحي معناها Not healthy harmful to health يعني ليست صحية ومضرة بالصحة يبقى Stomach ده العضو اللي بتحدث فيه معظم عملية الهضم Stomach acid دي المادة الكيميائية اللي بتبقى موجودة في المعدة وبتساعدني في الهضم Swallow عملية البلع إنك تدخل الأكل ويعدي من الزور للمعدة Absorb هي عملية الامتصاص اللي الجسم بياخد منها الطاقة والعناصر المعدنية من الأكل تمام؟ Breakdown هي عملية التحلل والتكسير اللي بيقوم بيها السائل اللي في المعدة فبيحول منها الأكل لسائل Saliva ده اللعاب اللي بيساعدني في المضغ والبلع وبالتالي الهضم Digestion اللي هو عملية الهضم نفسها وهو تحويل الأكل لمواد قابلة للاستعمال من الجسم Energy وهي الطاقة وهي القوة اللي بتساعدني في الحركة وفعل الأشياء Tongue هو العضو الفلشي اللي هو السمين كده يعني أصدن هو مفهوش عظم يعني تمام؟ ده بيساعدني في إن أنا أتزوق الحاجة تمام وابلعها Get rid of هو التخلص من وهو القاء الأشياء عديمة الفائدة Unhealthy وهو أشيء الضار بالصحة بعد كده هنقرأ الفكرة مع بعض واحدة واحدة We know نحن نعرف It's important من المهم To eat healthy food أن نأكل طعاما صحيا We know It's important To eat healthy food We know It's important To eat healthy food But ولكن Do you know هل تعلم What happens to food after you eat it؟ ماذا يحدث للأكل للطعام بعدما تأكله But do you know What happens to food after you eat it؟ But Do you know what happens to food after you eat it؟ أنا بعيد أكثر من مرة When we swallow food لما بنبلع الأكل When we swallow food When we swallow food It goes to our stomach هو يذهب إلى المعدة It goes to our stomach It goes to our stomach We get energy نحن نحصل على الطاقة We get energy and nutrients والعناصر المعدنية from the food من الطعام تاني We get energy and nutrients from the food we eat We get energy and nutrients from the food we eat We get energy and nutrients from the food we eat But ولكن Our bodies أكسمنا But ولكن Our bodies أكسمنا have to change the food يجب عليها أنها تغير الأكل But our bodies have to change the food But our bodies have to change the food ليه؟ So it can use it حيث لكي يستطيع أن يستعمله So it can use it علشان الجسم يقدر إيه It هنا تعود على الجسم So it حتى يستطيع تمام It can use it يستعمله يستعمل إيه؟ It هنا تعود على البادي وإت هنا تعود على الطعام عايز يقول حتى يستطيع الجسم أن يستخدم الطعام خلاص So it can use it It has to break down يجب عليه على مين على الجسم أن يحلل أو يكسر the food الأكل before it can absorb it قبل ما يمتصه It has to break down the food before it can absorb it لازم يكسر الأكل ده ويحوله السوائل قبل ما يمتصه It has to break down the food before it can absorb it We chew food in our mouth إحنا بنمضغ الطعام في أفواهنا Using our teeth مستعملين أسنننا We chew food in our mouth using our teeth طبعا مش هننطق الـ وهننطق الـ اللي هي مخرجها أقوى من الـ تمام فهنقول We chew food in our mouth using our teeth خلاص tongue and jaw وهنستعمل لسننا والفك بتاعنا عايز يقول لنا إن إحنا بنمضغ الطعام في بؤنا مستعملين أسنننا ولسننا والفك بتاعنا ده الحاجات اللي بنستعملها استعمل أسننك وبتستعمل لسانك وبتستعمل عضلة الفك في مضغ الطعام We chew food in our mouth using our teeth tongue and jaw We chew food in our mouth using our teeth tongue and jaw We need saliva بنحتاج اللعاب to help us علشان يساعدنا do this في عمل ذلك طبعا اللعاب بيسهل عملية إيه؟ بيسهل عملية البلع لما يكون ريئك ناشف وبتاكل أكل كده ما فيهوش حاجات طريقة فبتضطر تشرب مية علشان يسهلك عملية مضغ الطعام لما يكون اللعاب شغال ومعندكش أي مشكلة في الغدد بتمضغ الطعام ويكون سهل عليك إنك تبلعه We need saliva to help us do this We need saliva to help us do this This is a liquid إيه هو السلايفا ده؟ بيقولك ده عبارة عن سائل made in our mouth بيكون معمول جوه البؤ Then we swallow the food Then بعد ذلك We swallow the food نحن نبلع الطعام This is a liquid made in our mouth This is a liquid made in our mouth Then we swallow the food Then we swallow the food Muscles help to push it down العضلات بعد كده بتساعد في دفعه للأسفل to our stomach إلى المعدة Muscles help to push it down to our stomach Muscles help to push it down to our stomach When the food is in our stomach لما الأكل بيكون جوه معدتنا When the food is in our stomach Another special liquid called stomach acid لما الأكل بيكون جوه معدتنا في عنصر أو سائل خاص جوه معدتنا يسمى حمض المعدة When the food is in our stomach Another special liquid called stomach acid Another special liquid called stomach acid بيعمل إيه لستومك أسد ده؟ Breaks down the food بيكسر ويحلل الأكل Breaks down the food This is called digestion هذه العملية تسمى بالهضم This is called digestion This is called digestion Now الآن The body can absorb the nutrients دلوقتي الجسم يقدر يمتص العناصر المعدنية Now the body can absorb the nutrients The body Now the body can absorb the nutrients It needs التي يحتاجها from the food من الأكل It needs from the food يبقى بيقولك Now the body can absorb the nutrients It needs from the food الآن الجسم يستطيع أن يمتص العناصر المعدنية التي يحتاجها من الطعام And get rid of the things ويتخلص ماشي من الأشياء It doesn't need التي ليس في حاجة إليها تمام؟ بعد كده بيتخلص الأكل خلاص متص اللي هو عايزه منه خد الطاقة خد العناصر المعدنية خد الفيتامينات خد المعادن والباقي مش عايزه في حاجة فبيطلع على شكل فضلات Get rid of the things It doesn't need كده إحنا فهمنا إيه اللي بيحصل في المعدة تمام؟ بيقولك أهو نقول عربي بس بعدين نقول إنجليزي بس حلو الكلام؟ إحنا عارفين إنه من المهم إن إحنا ناكل طعام صحي لكن هل تعرف الأكل بيحصله إيه بعد ما بتاكله لما بنبلع الأكل بيدخل جوه معدتنا إحنا بنحصل على الطاقة والعناصر المعدنية من الطعام لما بنأكله لكن أجسامنا لازم تغير الأكل ده علشان تقدر تستعمله تقدر تستفيد منه تمام؟ اللي بيحصل إن الجسم بيكسر الأكل تمام؟ وبيحلله قبل ما يمتص اللي هو عايزه منه إحنا بنمضغ الأكل في بقنا وبنستخدم الأسنان واللسان والفك وعضلات الفك تمام؟ وبنحتاج اللعاب اللي موجود في بقنا وهو عبارة عن سائل جوه البق تمام؟ بعد كده إحنا بنبلع الطعام والعضلات بتدفع الأكل بتدوس فيه لتحت كده علشان يوصل للمعدة خلاص لما الأكل بيوصل للمعدة فيه سائل خاص اسمه حمض المعدة بيحلل ويكسر الأكل ده تمام؟ وده كله اللي إحنا شرحناه اسمه عملية الهضم ييجي بعد كده بعد ما يتحول لسائل الجسم يقدر يمتص العناصر المعدنية اللي هو عايزها ويتخلص من الباقي لأنه مش محتاجها خلاص أنا قديني قلت عربي بس فاضل أقوله إنجليش بس نعلم إنه مهمة لأمم الأمم لكن هل تعلم ما يحدث لأمم بعد ما امم ها؟ عندما نصبح النجرة يتحول إلى الناس نحن نحن ونحن النجل من الأمم التي نأم لكن الجسم يجب أن نغلق الأمم لكي يمكن تستخدمه يجب أن نسيجح الأمم قبل يمكن نحن 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 بفضل نحن نحن نحتاج لسلايفة لنساعدنا لنفعل هذا. هذا هو مصف مصف مصف. ثم نسلع المنزل. يساعدون لنسلعها إلى جميعنا. عندما جميع المنزل في جميعنا، يسمى جميع مصف 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 مصف. هذا يسمى مصف. الآن يمكنك التدريبات التي تحتاج من الجميع ونحن من الأشياء التي لا يحتاجها. بعد كده جايب لك التدريبات بيقول لك كلمات هاو ستومك، تو، سوالو، بريكس داون، تيث، تانج، سالايفا، أبزورب، ماوث، وبيقول لك كمل انت. في البداية بنضع الطعام فين؟ بنخلي الاكل قطع صغيرة بمساعدة ايه؟ بنعمل ايه؟ للأكل بأسناننا، وإيه كمان أنجاء والفك بتاعنا، عندنا سائل يسمى في البقء بتاعنا بيساعدنا، تمام؟ هتاخد من هنا وترص يا معلق. زي ما فهمت القطع هنا، هتاخد منها وتحط الكلمات هنا، تاخد من هنا وتبتدت تحط كل كلمة في مكانها الصحيح. لما الأكل بيتحول لقطع صغيرة، نقدر نعمله ايه؟ لما بنأكل، الأكل بيروح فين؟ في المعدة بقى، خلاص، جسمنا بيعمل ايه؟ يحلل او يكسر هنا على كلمتين اهو، خلاص؟ بعد كده بنقدر، تمام؟ نقدر ايه؟ نمتص بقى ايه؟ العناصر المعدنية تكتب ليمتص هنا. احفظ الكلمات وما تنقلش نقل، احفظ لو سمحت الأول، بتستعجلش في رفع الواجب، ارفعه تاني يوم مش مشكلة، لكن احفظ وما تنقلش من الكتاب. ده الستوميك أسد، ماث، بعدين استوميك، تيث، بعدين هنا سوالو، هنا تانغ، أبزورب، يمتص، جا، ليكويد، وبعدين جاب لك الفاقرة تاني، وبيسألك عليها شوية أسئلة، ما نأخذ من الأكل اللي احنا بنأكله؟ شوف بقى الجسم بيسحب منه ايه؟ فاكر الانرجي والنيوترينتز، ما هو السلايفا؟ قلتلك هو ده التعريف الوحيد اللي هنتسئل فيه، ايه هو السلايفا؟ قلنا انه عبارة عن ليكويد، تمام؟ بيعمل ايه؟ بيساعدني، بيساعد في ايه بقى؟ بيساعد في عملية التشوينج، اللي هي المضغ، وبيساعد في السوالوينج، اللي هي البلع، وكمان بيساعد في عملية الديجيشن، اللي هي الهضم، اختار الاجابة الصحيحة، نحن نمضغ الطعام فين بقى؟ أجسامنا كان تستطيع أبزورب نيوترينتز اتنيدز فروم ذا فود، ولا كان بريك داون، ولا كان جيت ريد اوف، ذا نيوترينتز اتنيدز فروم ذا فود، أجسامنا بتقدر تعمل ايه للعناصر المعدنية اللي بنحتاجها من الأكل؟ أبزورب ولا بريك داون ولا جيت ريد اوف؟ نمبر ان اردر، رتب بقى عملية الهضم بالترتيب، هنا بيقولك ماصل زي هل ببوش فود فروم اوار ماوس انتو اوار ستميك، زبالي أبزوربز نيوترينتز فروم اوار فود، سلايفا هل بس بريك داون ذا فود ان اوار ماوس، ستميك أسيد بريك داون دا فود ان اوار ستميك، السؤال دا اكتر سؤال محتاج تركيز، لانك لو غلط فيه يبقى انت مخدتش بالك من الدرس كويس، زاكر كويس؟ دا اصعب سؤال فيهم، خلاص؟ بيدر ليت ذان نيفر كام، بيدر ليت ذان نيفر كام، معناها ان تأتي متأخرا خيرا من الا تأتي ابدا تمام؟ لما تبدأ في شغل متأخر احسن لما تطنشه خالص، اتأخرت اه مفيش مشكلة، لكن احسن من انك تقعد سلبي ما تعملش الحاجة، دي حكمة عايزك تكتبها لي زي ما هي حكمة كويسة كده وجميلة، لازم عايزة خط جميل، مع تحياتي ياسر الكلاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.